موسيقى 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 لعمليات التجميل رح نتعرف علي أكتر مع دكتورنا شادي رسو وأكيد كثير من الأسئلة والاستفسارات رح يجاوبنا عليها يسعد صباحك دكتور يسعد صباحك وصباح لأخوة المشاهدين جميعا أهلا وسهلا فيك دكتور شادي مثل ما قالت فرع يعني عالم الجمال هو عالم واسع ويقولوا لكل عمر حقه ولكن كلنا كل العالم بتحب أنه هي بس تطلع على المراية أنه تخفي هذا الخط ممكن تقول لو كان هيك أنا كنت قبل هيك تعرف تقدم العمر ممكن يصير شغلات بترقع الوجه التعب السهر وخاصة المرأة الأم اللي بتسهر وبتتعب فبصير عندها علامات فبتلجأ لا هلأ من جديد صار عنا شي اسمه بتوكسك وينوكس وافلر فخلينا نحكي عن عالم الجمال بشكل عام أول شي بالنسبة لعمليات التجميل عمليات التجميل تقسم إلى عدة أنواع في منها عمليات تجميل جراحية وعمليات تجميل غير جراحية عمليات التجميل الجراحية تتضمن عمليات تجميل جزء أو عدة أجزاء من الشكل الخارجي للجسم بما يحافظ على وظيفة هذا العضو أو هذا الجزء يعني أنا وقت البدئام والعمليات التجميل لازم أول شي حافظ على الوظيفة يعني مثلا بعمليات تجميل أنف لازم حافظ على الوظيفة التنفسية وعلى وظيفة الشمية وفي عنا العمليات التجميلية غير الجراحية مثل ما تفضلت فيها حضرتك وهي عبارة عن حقن المواد المالئة مثل الفيلر والبوتوكس والشحوم الزاتية مثل العلاج بالليزر للبشرة مثل حقن البي آر بي أو البلازمة الغنية بالصفيحات بالنسبة للشعر والعلاج للبشرة مثل ما حكينا فيه كثير تنوع بعمليات التجميل وكل عملية إلى خصوصيتها وكل عملية فيه إلى متطلبات وفيه إلى مستلزمات وفيه إلى نتائج تختلف عن العملية اللي قبلة نعم أنت دكتور بتنصح الشخص أنه هو فعلا يعمل عملية كثير من الأشخاص اليوم أنه ما بده بتحذر يمكن منه بس إنت بتشجع الشخص فعلا أنه يعمل عمليات التجميل هلا عمليات التجميل أول شي بتخضع لرغبة المريض هي بالمرحلة الأولى ثاني شي لقناعة الطبيب وثالث شي لنوع العمل الجراحي هلا فيه عمليات تجميل نحن ننصح فيها منذ الطفولة الباكرة يعني مثل عمليات تجميل التشوهات الخلقية مثل شفة الأنب مثل شفة الأنب أو غياب قبة حنك مثل التصاق الأصابع عند الأطفال هدو ننصح فيهم منذ الطفولة الباكرة ليش مشان نجنب الطفل المشاكل النفسية اللي بتصير معه عند الدخول إلى سن المدرسة فيه عمليات تجميل أيضا بتأثر على نفسية المريض يعني بتعمل عنده حالة نفسية ورد فعل نفسي هاي الحالة نحن بيستوجب علينا أنه نقوم بعمل التجميل كنوع من العلاج النفسي الداعم للمريض مثلا مثل عمليات تجميل الأنف مثل عمليات شد الأشفان العلوية والسفلية أو إزالة الكياس الدهنية بالأشفان السفلية أو العلوية نعم يعني دكتور مثل ما حكيت في عمليات تجميل ينصح فيها بعمر باكر حتى يعني تم تجاوز كتير أمور لبعدين من أول الولادة خلينا نقول يمكن يكون حتى النتائج أفضل للطفل أو للطفلة يعني بشكل عام ولكن خلينا نحكي عن عمليات التجميل يلي هي فينا نسميها أنه هي شيء ما نلازم ولكن لأنه الموضة تتطلب هاي العملية فنحنا منروح منعمل عملية هاي دول خلينا نحنا بس هيك نحكي عنهم بشكل عام أنه هلأ موضة مثلا خلينا نحكي يكون مثلا نحت الجسم ممكن يخضعوا لعمل جراحي ممكن عمليات بالوجه هلأ جد الأشفان عادي خلينا نحكي عن العمليات غير الضرورية يلي نحنا ممكن نلجأ لألاء أو السيدات حبيني غيروا شكل يعني هلا مثل ما قلت لك نحنا كعملية تجميل تحتاج إلى أربع أركان حتى تكون عملية تجميل ناجحة نعم أول شيء الركن الأول وهو الركن الأساسي هو المريض يجب أن يكون خالي من الأمراض أو إذا كان لديه أحد الأمراض المزمنة مثل الداء السكري أو ارتفاع التوتر الشرياني يجب أن يكون مسيطر عليها طبيين نعم الركن الثاني هو الطبيب الجراح يجب أن يكون الطبيب الجراح مدرك للعمل الجراحي مدرك لتكنيك العمل الجراحي لآليات العمل الجراحي ولمضاعفات العمل الجراحي التي ممكن أن تحدث ويجب أن يكون الطبيب الجراح مفهم المريض وعطي المريض فكرة عن المضاعفات وعن التكنيك اللي لازم يتبعه خلال العمل الجراحي الشغلة الثالثة هي مكان إجراء العمل الجراحي اللي هو لازم يكون مشفى متخصص لازم يكون أدوات عقيمة فكرة العمل الجراحي بشكل عام العمل الجراحي التجميلة لا تخضع فقط لرغبة المريض يجب على الطبيب الجراح أن يقوم بإقناع المريض بالإجراءات الأقل تأثيرا على صحة المريض يعني مثلا أنا أتجيني مريضة أو مريض أريد أن يعمل عملية جراحية كبيرة أنا فهم المريض أن العمل الجراحي التجميلة هو عمل مبرمج ما نؤسع فيه العمل المبرمج يحتاج إلى تحضير بشكل جيد وإلى قرار من المريض ومن الطبيب ويجب على الطبيب أن يقوم بشرح آلية العمل الجراحي الخيارات البديلة للعمل الجراحي إن كانت خيارات مؤقتة أو خيارات دائمة بما يحافظ على صحة المريض ولا يؤثر عليه سلبا الشغل الثاني اللي لازم فهمة للمريض أن العمل الجراحي التجميلي هو مثل مثل أي عملية جراحية هي تخضع لقانون الفشل والنجاح وحتى يكون العمل الجراحي التجميلي ناجح يجب أن يكون مبرمج بشكل جيد وأن يتم التحضير له قبل العمل الجراحي وأثناء العمل الجراحي ومتابعة المريض بعد العمل الجراحي يعني دكتور اليوم عم نشوف يمكن قسم كبير من السيدات صاروا بيشبهوا بعض بدون قربة يعني لما منطلع يمكن نسالي على أنف يمكن بحماس منشوف نفسه بالشام نعرف من الدكتور دغري يعني هذا الشيء لازم يكون يخضع أكتر يمكن لضوابط لقوانين لشكل الوجه نحن ما عم نخصص أنف بالذات لا اليوم صار في شبه كتير بين السيدات ومعم يراعوا يمكن شكل الوجه مع مراعوا مقاييز كل أنسة خلينا نقول هذا الشيء قديه هو غلاط وشو لازم نحن حضرتك كدكتور تجميل شو المفروض تراعي ببداية كل زيارة أو مراجعة لخلينا نقول للمريض حابب يغير شيء بشكله أو سيدي هلا فكرة أنه من الساكلة صارت تشبه بعض هي فكرة مان جديدة هي فكرة قديمة هي ظهرت أول شيء بهوليود بالولايات المتحدة الأمريكية صاروا السيدات يروحوا لعند أطباء التجميل أنه بدون يصيروا يشبه الممثل الفلانية أو الممثل الفلاني بدون شكل الجسم المعين بدون شكل الأنف المعين شكل العيون المعين فهي صارت يعني أديمة مانة جديدة اللي بيصير حاليا أنه المريضة بتجي لعندك أو المريض بيجي لعند الطبيب أنه هو حاطط بباله تصور مسبق للشكل اللي بدون إياه يطلع فمن واجب الطبيب أنه يفهم المريض أولا نحن عمليات تجميل ما لازم تأثر أبدا على الوظيفة سواء كمان عمليات تجميل الأنف أو الشد الوجه أو الشد العنق أو حتى عمليات تكبير الثدي ما لازم تأثر على وظيفة العضو اللي نحن عم نشتغل عليه تجميل الشغل الثاني اللي لازم يفهمها الطبيب للمريض أنه الشكل اللي هو يختاره أو اللي هو عم ينتقيه ممكن ما يناسب شكل وجهه فهي مهمة الطبيب بالنهاية بتضل قناعة المريض هي اللي بتمشي بشكل عام يعني المريضة أو المريض بيجي بيكون حاطة مثل ما قلت لك تصور مسبق عن شكل وجهه سوف يقول أنه هي سمعة الطبيب مثلا ممكن ما تنجح بالشكل اللي هو شايفه طبعا 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 يرفض مثلا طبيب إجراء عملية هلا في كتير أطباء بترفض إجراء عمل جراحي غير لازم يعني هلا مثلا في كتير مرضى بيجوا بدين يعملوا تجميل منتفاجأ أنه هني ما بدون تجميل فكتير منرفض أحيانا بس في عندك أطباء بتوافع على الإجراء فمتالي شلون انتي ما فيك تعممي أنه كل الأطباء بترفض إجراء عمل جراحي غير لازم في أطباء بتوافع عليهم تماما دكتور بس أنت حكيت جملة أنه أنت بتم للمريضة الجلوس معه شرح المضاعفات أنه هذا العمل الجراحي ولكن أحيانا بركبوا راسهم هني بدون خلص بدنا نعملها ممكن يصير مثلا على أصل معدى خلينا نحكي غير الأصاص اللي عم نقول عنا عن الوجه أصل معدى قديش اسمعنا بحالات يعني وفات وفات اي الفوفات نو أصل معدى يعني فلا بدنا نعملها ممكن تعمل دايت ممكن تعمل رياضة نو آخر شي بنرجأ له هو العمل الجراحي ولكن بركب راسه هل الطبيب بفوت بهداء المغامرة وبيعمل العملية؟ لا طبعا هلا بالنسبة للجراحات البدانية نحن دائما مثل ما قلت لك قبل شوي أنه الطبيب من مهمته يقعد مع المريض بالجلسة الأولى أنه يشرح له العمل الجراحي تكنيك العمل الجراحي يشرح له الآليات والمضاعفات والأخطار اللي ممكن تحيط بالمريض جراء إجراء هذا العمل الجراحي والبند الثاني أنه لازم يعطيه الخيارات البديلة الخيارات البديلة اللي بتحافظ على صحة المريض بحيث أنه ما تسيق له لأيلو بالمستقبل هلا بالنسبة للجراحات البدانية هي الخط الأخير اللي منلجأ لأيلو في حال علاج البداني في دراسات عالمية حديثة بتقول أنه جراحة البداني مفيدة جدا بعلاج الداء السكري من النمط الثاني فهي الفكرة كمان شجعت كثير من المرضى البدينين اللي عندهم داء سكري أن يعملوا جراحة بداني نحن منفهم المريض أنه هاي المخاطر اللي ممكن تحيط فيك بعد الجراحة لكن المريض أحيانا ما بيكون عاجبه شكله بيصر على إجراء الجراحة طبعا في شيء نحن عنا بالعمليات الجراحية هو موافقة المريض نحن منوقع المريض على موافقة نحن نسميه بالأضب الطبي هي موافقة مستنيرة للمريض على العمل الجراحي المخاطر اللي ممكن تصير وتفريض المريض للكادر الطبي والتمريدي بالمشفى لإجراء العمل الجراحي نعم طيب دكتور ما نحن عم نحكي عن المضاعفات وعطيت سالي مثال عن أصل معدة كما في مضاعفات تانية لعمليات التجميل سواء بالجسد أو حتى بالوجه خلينا نحكي عن أخطرها أخطر هي المضاعفات اللي يمكن يتعرض للمريض هلأ كل عملية كل عمل جراحي فيه له مخاطر تختلف عن العمل الجراحي التاني فإنحنا إذا بدنا نحكي عن المخاطر بشكل عام هي مخاطر أي عمل جراحي يجرع بغض النظر سواء كان تجميلي أو غير تجميلي يعني في عنا نسبة من حالات الوفاة بتصير أحيانا تحت العمل الجراحي في عنا خطورة النزف في عنا خطورة الانتان التهاب الجرح انتان المواد اللي ممكن حاطينا نحن كزرعات ضمن الجسم مثلا بحالات تكبير السدي إذا منحط مثلا بروتيز للسدي ممكن يصير فيه أنتان ببروتيز للسدي ممكن يشكلنا خراجات هالخراجات ممكن تفقد السدي وظيفته بشكل كامل منطر لإصال السدي بشكل كامل فنحنا هاي الفكرة أنه الاختلاطات بتختلف من عملية لعملية المواد التعقيم التكنيك العمل الجراحي إجراء الجراحة بصورة جيدة وعقيمة مثل ما أقولك هذه الإجراءات لا يصبح أبدا أن نشتغلها بعيادة أو بمركز يجب أن يصبح حصرا بمشفى متخصص تحت إجراءات عقامة شديدة جدا نعم يمكن أحيانا دكتور جسم يرفض مادة معينة وجسم يتقبل نفس المادة ممكن جسم يحدث فيه مضاعفات وجسم لا لا يحدث فيه تحليل المسبقة ضرورية أن تنعمل قبل العمل الجراحي سواء نحكي نحن عن عملية البروتايز يجب أن تحليل ممكن أن تحليل أصاص أو لا؟ هي شيء ينحط داخل الجسم يتم رفضه من الجسم هناك فكرتين بهذا السؤال أول فكرة قبل إجراء أي عمل جراحي يجب إجراء تحليل مخبرية فحص صريري للمريض بشكل كامل يعني هلأ الفكرة اللي أخدينا الناس عن طبيب التجميل أنه هو بس بيفوت بيعمل العملية وبيطلع لا قبل ما يجي المريض أو خلال أول زيارة لازم يكون فيه فحص سريري كامل تأمل وجس وقرع وإلى ما هنالك مع فحص الأجهزة بشكل كامل خلال أول الجلسة ثانيا يجب طلب الفحوص المتممة من تحليل مخبرية من صور شعاعية من إيكو أحيانا من طبقي محوري هاي كلها لازم تنطلب خلال أول جلسة لتقييم حالة المريض بشكل كامل الشغلة الثالثة أو البند الثاني اللي سألتي أنت يعانو الفكرة اللي لازم الناس تفهمها أنو أو اللي لازم الناس تفهمها أنو مو كل عملية جراحية تجميلية بتعطي نفس النتائج لأنو بكل بساطة نحن المريض بيختلف بنيته النسيجية بنيته مقاومته بنيته المناعية بتختلف من مريض لمريض فممكن نحن نفس التكنيك نفس الإجراءات نفسها نعملها لمريضين تمام الأول يعطي نتائج مختلفة تماما عن نتائج المريض الثاني وهي الفكرة لازم يكون مريض بصورته خلال الجلسة الأولى يعني نحن لازم نطلب الصور الشغعية التحاليل المخبرية اللي اطمئنان على حالة المريض الكاملة الاستشارات الطبية الضرورية في حال كان المريض لديه أمراض مزمنة مثل الداء السكري مثل ارتفاع التوتير الشرياني مثل فرط أو قصور نشاط الدرق هاي كلها لازم تنطلب استشارات ولازم تاخذ موافقة أخصائيين الأمراض الأخرى على إجراء العمل الجراحي وتفهم إجراء العمل الجراحي يعني دكتور حضرتك على احتكاك يومي خلينا نقول بالمرضى وكل شخص بغض النظر عن أنثى أو حتى ذكر بيلجأ وبيستعى دائما أنه يكون بأحلى صورة أنت دي حضرتك دكتور بتشجع أنه نحن نخلي العمليات التجميل وهي آخر خيار لإلنا خلينا شوفينا نحن نجمل حالنا بطرق خلينا نقول طبيعية بعيدا عن كل هاي العمليات هلا بكل بساطة العمليات الجراحية التجميلية لا تخضع أنه نخليها خط أخير أو خط أول في عمليات جراحية مثل ما حكينا ببداية المقابلة لازم تكون مبكرة جدا في مثل الإصلاحات التشوهات الخلوقية إذا كان في حالة اكتئاب نفسي عند المريض أو المريضة بتأثر على سير حياته بتأثر على أقباله على الحياة فالعمليات الجراحية التجميلية هي نوع من العلاج النفسي الدائم وفي عنا جراحات تجميلية نحن ننصح للمرضى أن ننأجلهم لأنه بكل بساطة نحن هيك نستهلك الجسم نحن نشتغل على أعضاء ممكن نستهلكها ممكن عمل جراحي يفشل بظروف معينة ينجح بظروف معينة فنحن نفهم المرضى ونحاول ننأجل العمل الجراحي إلى مثل ما قلت أنت أنه الخيار الأخير نعمله بالنسبة للمكونات الطبيعية أول شي جسم الإنسان بشكل عام يجب أن يعتمد على غزاء صحي سليم نشاط فيزيائي سليم بيحافظ على نظارة البشرة بيحافظ على صحة الأجهزة الجسم بشكل عام نعم يمكن دكتور نحن حكينا كثير عن عالم الجموص لازم نختم معكم لكن في سؤال هك أخير ممكن ما عطينا حق للجراحة الترميمية خلينا بس نحكي الفرق بين الجراحة التجميلية والترميمية يعني الحديثية طول وعالم الجمال مثل ما حكنا هو عالم واسع بس هيكلفتي الجراحة الترميمية بكل بساطة هي أساس الجراحة التجميلية الجراحة التجميلية هي جزء من الجراحة الترميمية بشكل عام نعم الجراحة الترميمية هي جراحة ترميم النداب جراحة ترميم الضياعات المادية الناتجي أحيانا عن الحروب مثل مصير عنا ببلدنا الحبيب مثل الجراحات اللي صايرة مثلا بعلاج الداء السكري مثل قرحات القدم السكرية قرحات الاطجاة عند مرض الشلال الجراحة الترميمية هي مجال كتير واسع وكتير مبدع يعني جراحة الترميم أو جراحة تجميل لازم يكون عنده خيال مبدع لحتى يكون قادر وناجح في مجال الجراحة الترميمية الجراحة الترميمية بكل بساطة هي نوعا ما بعيدة عن الجراحة التجميلية مضاعفاتها يعني مضاعفاتها بكل بساطة أنت وقت اللي عم تعملي جراحة ترميمية لمريض المريض بكل بساطة بيكون عنده وضع صحي سيء نوعا ما بمكان معين مثلا مثل جراحة الحروق الجراحة الترميمية لندب الحروق بيكون هو كتير متضرر من ندبة الحروق فأنت جراحة ترميمية كتير بتساعد على تجاوز الأسر النفسي للحروق المضاعفات الجراحة الترميمية هي مثل أي مضاعفات عمل جراحي تاني هي مثلا فشل الجراحة في حال معينة الانتان الندوب المتشكلة حديثا على الجراحة الحديثة هي كلها تمضاعفات جراحة الترميمية نعم دكتور شادي شكرا كتير على المعلومات اللي قدمت لنا يا هون نتمنى يكون في ضمير إنساني عند كل طبيب ما تكون هي تجارة التجميل خلينا شوي ننصح المريضة ننصح ما بنا نسميها خلينا نقول المريضة كل شخص عم يسعى الجمال ويكون عندنا قناعة داخلية كل شخص عنده جانب جميل بشخصيته بجماله إذا كانت ضرورية فأكيد نعملها ونحن هيك بقلب قوي ما هيك دكتور طبعا طبعا دائما الجمال بيعقس هي الجمال الخارجي هي مرآة للجمال الداخلي نعم كيد فبكل بساطة كل إنسان عنده جانب جميل في شكله الخارجي جانب جميل في حياته بكل بساطة نحن منصح المرضى كل ياته نحن نسميهم مرضى لأنه هني بالفعل بيكونوا بحالي من الأحوال هني مرضى ننصح المرضى أنه قدر الإمكان حاول تتقبل نفسك حاول تتقبل شكلك إذا ما قدرت وقتنا نلجأ للجراحة تجميلة دكتور ننشكر وجودك معنا ومثل ما حكيت الجمال الداخلي وبيعقس الجمال الخارجي كل العالم حلوين ما منشوف حدا بشع ولكن هو مثل ما حكيت القناعة والرضا وأنه نحن نقتنع بحالنا وبهي شكلنا اللي خلقنا يا رب العالمين فهو أكبر نعمة ننشكر وجودك معنا والمعلومات اللي فدتنا فيه وأهلا وسهلا شكراً كتيراً لكم أهلا وسهلاً شكراً لكم